أتى رمضان للعام الثاني ونازحينهم في العراء حيث بلغ عددهم أكثر من ثمانمائة أسرة ينقصهم أدنى مقومات الحياة ازداد عددهم عندما كثرت جرائم الانقلابيين بحقهم إلى أن حمتهم خيمة بواد الخانق بعد أن رمتهم مليشيا الانقلاب إلى منازلهم من أفواه المدافع والبنادق والله المخيم يعني عدد سكان أكثر من ثمانمائة عائلة هنا مهجرين واحتياجاتهم احتياجاتهم كثيرة يعني هنا كما تشعرون أنتم يعني يتفاع درجة الحرارة في رمضان وجو يعني درجة الحرارة كانت صلي إلى 42 درجة هنا وحدة صحية ماتت قبل أن تلد وحياة ليس فيها الذهاب إلى دورات المياه بل إلى العراء لقضاء الحاجة أمراض تغزو المخيم نتيجة تلوث المياه التي يشربون منها وتشرب منها مواشيهم فقد سجلت في هذا المخيم حالتين أصيبت الأولى بحم الضنك والأخرى بالكوليرا والله احتياجات كثيرة أولا يعني نعاني من تلوث إلى دورات المياه نشتي وإلى الصحة وإلى التغذية وإلى خيام زلزلنا الحوتي زاله نزل بله من ساعده ومن سار معه ومن جابره أن الله جعله من مرادم جهنم يخيم على أجواء رمضان جو المعاناة والألم فالحرارة مرتفعة والكهرباء منعدمة ولا شيء يدعو للتفاؤل ما يأتيهم من دعم هو من منظمات خيرية محلية ودولية كان أبرزها مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي بينما غاب من يجب أن يدعم ويهتم وهي سلطات الشرعية وحكومتها محمدات الكريم لقناة يمن شباب مخيم الخانق بينهم صنعا